كابتال رضا نتكلم على مباراة اليوم مشان عندي عدة امور هنتكلم فيها خاصة بالمنتخب وبكرة ان شاء الله كابتال نهاب جلاله وتقديمه للناس بشكل رسمي للشعب المصري بشكل رسمي كمدير فان المنتخب المصري وايضا بعض الامور خاصة بتغيير المدربين في الدوري ورأيكم فيه هيكون ايه لكن الاهم بالنسبة لي دلوقتي هو مباراة الاهلي وفوز النادي الاهلي 4-0 نتيجة كبيرة ومهمة بالنسبة النادي الاهلي ومهمة كمان لمسيماني بعد ممكن بعض النتاجر غير جيدة في الدوري الممتاز بيرد بشكل كبير ان انا يعني الامور ممكن تكون في وقت من الوقات سوء التوفيق وسوء تقدير بعض الامور خاصة في الملعب اه ممكن تعطنشوه لكن عندي الفكرة وعند القوة وعند اللاعبين اللي يقدروا ينفزوا ويرجعوا بشكل النادي الاهلي الاساسي اللي احنا متعودين عليه رأيك في مباراة اليوم نارضة مباراة عيفة فنيا جدا هو النهاردة ما استغلش الطرد اللي حصل في نعية الشيط الاولاني في اخر يعني بعد كان في الدقاء كان حاجة بتلاتين ديها تلاتين كابتن تاريك هو ما استغلش فرقة ضعيفة جدا قليلة جدا انا معرفش وصلت ازاي مع كل احترام ليا يعني تراجي كابتن طلعت الترجل لما الترجل كمان يخسر من فرقة زي دي ما فيش كرة في افريقيا يبقى علي العوان ما فيش كرة كابتن انا كنت قادمها قبل كده قلتلي الترجل فرقة كبيرة جدا وجامدة جدا ايوة لما كان الترجل قبل قبل ما يتضغل المفاقص طيب انا ما شفتاش السنة دي خالص والله ما شفتاش السنة دي انا بكلمك على الاديين نوعوضة الترجل فعلا فريق كبير والرجاء فريق كبير بس انا بقولك كله بقاله تلات سنين في النازل ما فيش صفقات ما فيش لعيبة ما فيش مدربين على اعلى مستوى انما الوحيد اللي هو محافظ على الشكل ده هو النادي الاهلي لعيبة مدير فني امكانيات مادية كل الكلام ده لا انا بقولك هو المحافظ هو المحافظ يعني مش مفرط مثلا في لعيبة جهاز فني فلوس استقرار فمن حق ان يبقى كده وانا قلتلك المرة اللي فاتت بعد ما تشل الرجاء لو تفتكر قلتلك ما فيش حجة للنادي الاهلي بعد خروج سن داونس ان ياخد البطولة لان انا مش شايف فرقة على الساحة يعني مش شايف فرقة على الساحة هي اللي كانت الوحيدة كان سن داونس وخرج يبقى دلوقتي اي حاجة تحصل في البطولة دي شئلة مسلماني حتى الوداد اللي بيكسب برا ارضه ثلاثة كده من ايه من ايه دعوة انا اما حاجة هو قدامي بقى ايه وفاق السطيف دي ما كسبانا الترجل يعني واخد بالك فانت لما تشوف المستوى النهاردة ما داعوش فرصة ما داعوش فرصة النهاردة نقول شايف حتى النادي الاهل النهاردة لعب بشكل جيد وحط الفريق دا من البداية يعني تحت ضغط واضطرد كمان عشان برده نبقى منصفين يعني سمح لنادي الاهل بالتملك اكتر في المباراة باش انت مستحوز بس ما كانش فيه خطورة واخد بالك لغاية الكرتين اللي هم في القائم بتاعت السين وحمد عبدالقادر انا ما انت اجيب تجون افصايت عادي دا طبيعي وبعدين طبيعي ان انت لما تلاقي فرقه ملاش اي انياب دوسي عمي فروغ بقى عشان اروح هناك وانا متاع مع 4-0 و ايه 4-0 دور قبل نهائي يعني دا حبيبي ما مش فرقه كده مفروض فرقه كبيرة حبيبي مش فرقه لو حتى اضطرت منها اتنين ما تخسرش اربعة ماهو دليل الدور المصري وليس ليه في الدور المصري لان الفرق عرفاه انما هنا يعني القماشة هنا غير القماشة هناك سواء بقى في الرجاء ولا فوكسطيف ولا كلام دا فانا بقول لك دا طبيعي ان انت فرق ملاش انياب انت نازل من الاول لازم تكسب وتكسب بزيادة كمان بعد مضوع الطرد يعني على طول لازم اشغل دماغي واحد الطرد ملعب في دي على طول اشد محمد هاني ارجع حسين الشحات انزل محمد شريف رصحار ايو ماشا كابتن ما حصل النهاردة امتا شو تتاني ما خلاص فرقه بقى ازا كابتن ما انا لازم برضو عندي وقت ما بين شوطين اقدر اجمع نفسي بشكل كبير اشوف ايه اجمع ايه انا عايز عشان ما اخدش قرار بحاجة ممكن تكون دا فرقه ما راحتش لجون عندي دا فرقه ما راحتش الشتناوي اختبر النهاردة اهو الشتناوي زع اختبر النهاردة طلع واحدة من مقص انفراد دا الكرة الضعيفة اللي جات عليه وقت من ايده الكرة الضعيفة الوحيدة اللي راحت على الشتناوي الشتناوي وقت من ايده فعيزا انه ما فيش اي انياب ولا اي خطورة وده بش تقليل ماشي الناديل قال الكسب اربعة مبروك وراح مرتاح بس انا بقولك كان يكسب اكتر من كده ليه لان فيه نقص عددي فيه فرقة ملاش انياب انت ممكن مثلا تقول ايه لو الفرقة دي بيتهاجمك وهي فيه نقص عددي وفرقة عندها يعني تجانس في الخطوط وفيه خطورة اه ممكن كنت تخاف فاي منطقة كابتن وانا بلعت دور قبل انهائي ممكن الاقي فريق اكسب واربع واقول مثلا لا دا كده وحش طيب انت الفرقة النهاردة عجبتك انا ميش دعو بالفرقة انا انا ميش دعو بالفرقة بأوفاق انا كنادي قالي انا كسبت 4-0 ماتش اللي فات امام الرجاء كانت مشكلة النادي قالي انه هو ما جابش الاهداف اللي كانت بتطيح لي وبالتالي صعب عشان الرجاء كان اعلى شوية من فرقة النهاردة انت شايف ان الرجاء كان افضل من فرقة الفرقة اه في الماتش اللي انا كان افضل من اللي ناجم كتير بدليل إنهم كان مدعين كم فرصة النهاردة الفرقة الفرصة الوحيدة اللي ضعت الشوت الأولان الفاول اللي الراجل عملها بكعب وعدت الراجل حطها بشماله بره بس مجبني تدخل شباك كمان هو الناج الأهلي ليه سحر كده على أي فريق ما بعملش كده ليه في الدورة سنة بس عشان ما تجريش ما بعملش ليه كده في الدورة ده أنت طلعي الجيش بتعادل مع سراميكا بتشحق كورة بتشحق كورة روات ما الحاكم الدجدر بالجزاء طولة والطولة لا 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 بيش حاجة اسمها بص البطل هنا وهنا